مرسي كان اختيار الشعب المصري دي الحقيقة حتى لو ما عجبتش السيسي حتى لو قال عنها خراب في خراب حتى لو ما عجبتش علي جمعة مثلا على سبيل المثال واللي قال عنها الكلام اللي حتشوفوه في الخبر اللي قدامها حضراتكو ده بيقولك لم قبلع حكم الإخوان منذ اليوم الأول وفوز مرسي كان هزيل انتخاب هزيل واللي قدامكو دي عمة ملهاش قيمة ده شخص ما يستحقش انك حتى ترد عليه ولا تعلق على كلامه ده اللي وقف وقفت قال العساكر والزباط روحوا قتلوا قفتلهم بالقتل والدم ده شيخ فتنة وقف ودهم رخصة علشان الأخ يقتل أخوه وجاره قريبه وابن بلده النهاردة بيوزن إرادة الناس وشايف انها إرادة هزيلة قدن نفسه الحق ده ليه وازاي ما تفهمش شايف ان الواحد وخمسين في المية اللي انتخبه محمد مرسي ما لهمش لازمة لان في دمه التدليس والكذب والتزوير اللي بيطلع النتيجة تسعة وتسعين وسبعة وتسعين في المية زي ما انتوا فهمين علي جمعة علي جمعة اللي بينه وبين الإخوان زي ما هو بيقول طار شخصي ليه؟ علشان ما تجددلوش في وظيفته النهاردة بيصفح سباته لصالح سيده السيسي لأنه ما شافش عز ولا دلع زي اللي عايش فيهم من يوم لانقلاب لحد الوقت فطبيعي جداً أنه يدوس بجزمته على كل المبادئ والقيم ويدوس بجزمته على العمة اللي لابسها فقراسه وعادي جداً يطلع يقولك انتخاب هزيل ترجمة نانسي قنقر